اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية مع دكتور إيال هولاتا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي والوفد المراسق وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة في إطار المبادئ الواردة في إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تواجه دولها والجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة بما يخدم تطلعات وأمال شعوبها في التنمية والازدهار